طيب إذا كان تريزيجي وبعض العناصر الكتيرة الحمد لله عن القاعدة هي الاحتفاظ للآهلي بهذا الدور وهذا التأدير هناك نمزج أخرى بتثير جدل ولغط من آن لآخر منهم الكابتن نادر السيد في رأي مهني بقى المرادة يخص قناة الآهلي أو شركة الآهلي نشوفه والمهندس عادلي عنده تعليم مهم فهمنا يا داري الزي ما كانت شركة الآهلي انتاجنا فيه اتعامل شركة سباشة الآهلي انتاجي العالم وقتها إدارة النادر الأهلي لقيت فيها بكل طواضع الصفات الشخصية والمهنية اننا نقدر ألم كيان الشركة دي لانها ما كانش لها كيان أصلا كان دورك ايه؟ كان دوري مدير الشركة بتاعة الآهلي لانتاجي العالم مش قناة الآهلي دي بقى كابتن النادر الأهلي جاء عمل شركة عشان من خلال الشركة دي شركة انتاجي العالمي زي القناة دي لازم هتكون عندها شركة انتاجي العالمي وسجلة هنا في المدينة في الانتاجي العالمي والشركة دي هي ملك القناة تمام فالشركة اللي ملك القناة اللي ممكن تملك اصلا كمان مشاريع اعلامية تانية دي شركة اللي انا كنت مدير الاشركة كنت مدير الشركة مدير الشركة مش رئيس الشركة مين كان رئيس الشركة? مريس الشركة ها هو كان كابتر حاسر حمدي آه رئيس النادي لان الشركة اتعملت بمجلس ادارة معين من مجلس ادارة النادي الاهلي فانا كنت مدير الشركة وبيد كنت بتاخد ملاتك طبعا الشركة دي مازالت قائمة من بيرقصها دلوقتي برضو مجلس ادارة النادي اه كتبت الخطيئة فالحيطة دي فانا اتعامل كيان اسمه الشركة قالك مين اللي يقدر يدير الشركة دي كويس هم مختارونيش عشان انا كنت لعب في النادي الاهلي عشان كان فيه لعبة كتير زي بل بالعكس ممكن يكون عندهم تاريخ في النادي الاهلي اكثر من تاريخ دي حقيقة مختارهمش مختارهمش ممكن يكونوا ناس كويسة كل حاجات من دي بس ما عندهمش السمات الشخصية او السمات الفنية او السمات الاحترافية انهم اقدروا يشتغلوا لان انا عملت ربط ايوة ايه الاضافة اللي انت دفتها لا انا عملت الشركة اصلا كان الشركة نفسه مكانش موجود الاداري والقانوني والمالي وكل ما كانش موجود لانه مجرد سجل تجال وبتاقى دربية يقولك احنا كده عملنا شركة ما كانش فيه كيان شركة ما كانش فيه مقر ما كانش فيه اي خط المقر فيه في العارف المقر اللي هو فوق عند حمام السلاحة كده اه فوق كده الاوضة دي اللي فوق لا مقر كبير وعملناه وشطبناه وعملنا المقر وعملنا الفايل بتاع الشركة وعملت كل 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 الكلام ده شغل الاداري الحتة الكبيرة دي اللي تقفلت ومكتب كبير بالزبط تمام وبقى فيه مجالس اداري يعني الشغل كان شغل منتهى الاحترافية زي ما الكاوي اهلاو بشجعش في كرة دي مش ما بعرفش في كرة دي مش القضية القضية ان انا اخد فايل اخد ملف بعمله بمنتهى الاحترافية ومنتهى المهنية ومنتهى الاحترام سبونسرز للقناة عملنا عقود كبيرة جدا ما كانش فيه اي انكم للقناة الرابط ما بين القناة وما بين اللي اي عارتيه كان هما المسكين اللي كان هما الوحدين او القناة معايا فالرب فبالتالي بل بالعكس يعني عملت كيان كبير جدا وبعد كده في الاخر جد بعدها السنة ما كانش يلفع بقى ان انا اجمع ما بين الاعلام اللي كان عندي تحليل مع بين سبورس وهنا 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 والشغل في الشركة فبالتالي جوم القدارة قالوا طب انت هتختار شغل اداري ولا شغل الاداري ما تقول لها طبعا شغل اعلامي فهو اعتذرت وقدمت استقالته شكرا ادي الفايل وادي الشركة وادي كل حاجة فكابت المجدي دي هو مش تكريم يعني وقت ما اشتغلت في شركة الاهلي ما كانتش اه طبعا انا احترم جدا القراره بس ما كانتش تكريم ما كانتش مجاملة يعني لو انا ما عنديش كفاءة وما عنديش القدرة وما عنديش الرؤية وما عنديش اي حاجة انا ما كدش مهبئة موجود في المكان ده مش هيجامل طيب يعني مفهوم دوافع كابت النادر السيد من الكلام في المنطقة دي في الفترة الاخيرة الرجل بيرجع لأحضار نادي الزمالك هو اساسا حارس مرمى كبير في نادي الزمالك من الزمالك راح المنتخب ومن الزمالك احترف ومن الزمالك عمل اسمه كل هذا يقدر بس هو لما جاء النادي الاهلي مجيش من الزمالك بس لما جاء النادي الاهلي جاء من المصري كان رجع من تجربة الاحتراف والعد في المعادن ثم المصري ثم جاء النادي الاهلي على ما اذكر لكن خلينا فيما يخص النادي الاهلي لأنه الحال اللي بيقوله نادر السيد فيه اهدار تم لحقوق ناس كتير اشتغلت هو نادر اللي عمل شركة الاهلي من العدم لم Glassman مش مسألة اهدار يعني مسألة ان تصوير الامر وكأن الكابتن نادي الجيه عمل شركة النادي انتاجي لعلمي ده كلام يعني لان الاهلي هو انا اصلا جيت من نادي الجزيرة ليه عشان اعمل ادارة الاهلي الادارة التسويق والاستثمار تمهيدا لعمل شركة النادي الاهلي اللي تدير الكورة وتدير الانشطة الرياضية وتدير حقوق النادي الاهلي فانا لازم اقول للحكاية دي طبعا لما جيت عشان اطبق هذا الكلام لقيت ان فيه استحالة ان احنا نحاول النادي الاهلي شركة لان عندنا اعضاء عاملين هم اللي بيجيبوا مجلس الادارة وهم عايزين خدمات طبعا انت الشركات بيبقى جمعيتها العمومية المساهمين ودول عايزين ارباح لا يمكن ان تعمل شركة من اعضاء عايزين خدمات جمعيتهم العمومية عشرات الالاف ها عشان يعني تدير شركة عايزة الارباح ملاش دعا بالخدمات فانا طبعا عادت افكر طب انا هعمل ايه فقلت ان احنا نقدر نشوف نخص خص حقوق النادي الاهلي يعني شركات اللي تتعمل تدير الحقوق مش تدير النادي وتواصلت مع الدكتور علي الدين اللي لازم ينسب اليه فضل كبير جدا في تطوير التسويق الرياضي في مصر وقلت له عايزة احكيلك تجربة النادي الاهلي عشان تشوف اذا كنت تقدر تساعدنا بتعديل لا احي ولا بتاع ولما رحت قابلته هو نسي الموضوع بعد ثلاثة شهر لقيت استدعاء من مكتبه اروح قابله كان عنده برد قالوا لي يقعد معاه عشر دقايق عادت معاه ساعة لرب بيستمع اليه تجربة النادي الاهلي عايزين نرفع عن كاهل الدولة الدعم عايزين ندير حقوقنا بما يحقق لنا مدخيل ولكن الليحة في ظل القانون الحالي اللي بيقول الاندية هي اندية خاصة زتنافع اهم لا تهدف للرب حتى عرقل لنا عاملية التكوير عايزين نعمل النادي الاهلي او حقوقه نعمل لها شركة او نخش بيها في شراكة عشان نقدر يعني نحقق الهدف ده عمل لجنة اللي ارحمه بقى طلعت جنيه دي كان رئيس جهاز الرياضة وبعد اللجنة دي ايه دي التوصيات رحنا بالتوصيات دي عمل هو بقى يعني لجنة مشتركة برضو انا كنت فيها مع لجنة الشباب والرياضة كان رئيسها المرحوم حسام عوض شاب نابه جدا وقتها وبالمناسبة والد محمد حسام عوض احمد حسام عوض اللي هو كان في اتحاد الكرة والثقة الرجل كان عنده سعة افق وتنقشنا الدكتور علي الدين هلال سهل ان احنا نقابل ست وزراء التربية والتعليم وتعليم عالي والتضام الاجتماعي والاعلام والمالية بالاضافة الى وزارة الشباب وخدنا وقت يجي شهر لحد ما خدنا من حق الاندية انها تعمل شراكة شركات بما تملكوا من حقوق او تخش في شراكة مع احد وانها تستثمر في الميديا وتعمل قنوات وتعمل ازاعات وتعمل كده وخدنا هذا الكلام واعتمد من مجلس الشعب بعض العرض عليه اي فالبشوار الطويل ده اخدناه وروحنا عاملين شركة الاهل انتاج الاعلامي عشان تمتلك القناة اه وكان وقتها المواطس حسن صائر وكان مدير تنفيذي متحة البلتاجي وانا روحت قابلت متحة البلتاجي كنا عايزين نعمل شركتين الحقيقة شركة تمتلك القناة وشركة للتسويق الرياضي فلما قالونا لا الاسهل نعمل شركة التسويق الرياضي لان شركة ادم بتاعت القناة دي هنخش في مشكلة التشفير ومش تشفير فعملنا الشركة دي امتلكت القناة بقى وتشاركنا مع ميسك فيه الادارة يعني زي النهاردة انت بتروح بحقوقك دي بتجيب شركة ادارة شركك بما تملكه من حقوق اذا شركة الاقل الانتاج الاعلام والتسويق هي شركة قائمة بمجهود من مجلس الادارة وقابل الكابتن نادر ما يتعين بشاط انا صدعت عشان نشوف ايه نبتدي ازاي الشركة دي عايزة تشتغل فخدوا جزء او رحارنا جزء كبير جدا من حقوق بدارة التسويق والاستثمار الى الشركة دي عشان تقدر تشتغل وتتبني وكان مقرها موجود وكل حاجة يعني انا بس بقول لكابتن نادر لما انت تعينت في القناة وتعينت في شركة الانتاج الاعلامي ولما انت جيت انت بتقول انت تعينت اللي الناس هو سمت فيك الكفاءة والادارة والسمات وهو نفس التوسم للاجهز الفني لما طلب انك تيجي كان في ظل خلاف جامد بين ميستر مانو جوسي وكابتن عصام الحضري وكان عايز حارس يستطيع ان ينافس ويلعب انت ازاي ما خدتش قناعة مانو جوسي اللي هو كان على خلاف الحارس اللي الراجل بموضوعه شديدة اضطر يلعب الاكثر تمييزا في هذه اللحظة وهو كان كابتن عصام بكل المقييس وقتها ادر الراجل يتحدى نفسه ويتغلب على الحاجز اللي بينه وبين المدرب بتاعه والخلاف ده واستطاع ان يفرد كلمتهم مش مشكلة ما تلومش النادي الاهلي ابدا انك ماخدتش فرصتك لان فرصتك تفيدك كنت مش فيهت حد تاني بعد كده النادي الاهلي ربما اراد انه يعني قدر ان انت جيت النادي الاهلي وملعبتش وتحارس كبير ومعاملتش مشكلة ويعني لسبب اخر يعني قالوا ياخد فرصة في القناة الاول في الشركة ماذا تحقق بقى خلال ولايتك في الشركة دي من تعقداته ومن ادارة لهذه الحقوق انت بتقول انشأته عملته سويت يعني مع الاحترام الكامل لكل قدرات الكابت الندر وهو لاعب محترم وشخص يشتغل في التسويق الرياضي دلوقتي وبيحاول انه يعمل دور في هذا الاتجاه وكان الناس مؤكد كانوا متوسيمين انه حيقدر يعمل حاجة بس الحقيقة لم يتم شيء وبعدين هو راح بعد كده قناة الاهلي يقدم برامج ولما قامت الصورة وكابتن حسن قال ابتعدوا بالسياسة لانه كان ملاحظ انه كان بتتاخد البرامج في مدان التحرير يعني وارا وكده قال احنا قناة رياضية خلينا في هذا الاطار لا نمشي مع فصيل ولا نمشي مع جماعة ولا غيره وهو اه قلت هو قال لا شوف كابتن حسن كان حسن في الاجتماع يتلتزم يتعتذر انت مش معنا قناة لها سياسة انت مش هتاخدنا في سكة افكارك اللي انت عايز تفرض من خلال هذه القناة في الجانب يعني العقائدي او في الجانب السياسي ها دي ملخص كابتن نادل اخر من حتة انك نادمان هو على فكرة في البرنامج دي انا مقلش ان نادمان يندم ازاي انت اخدت كل الفرص الادارية والاعلمية والفنية يعني لم يقدم النادي الالي احد ما قدمه لكابتن نادر السيد اللي لازم كان يطلع ابسط حاجة ممتن للفترة الادطة في النادي الالي واشكرهم على ثقاتهم في كل هذه المجالات مش انك على طول مصدر وكأنك كنت ضحية يعني ما اشتركوا في القناة